واحد في المائة من سكان العالم، أي أغنى الأثرياء، راكموا 28 تريليون دولار في عامين فقط، أي ثلثي إجمال الثروة الجديدة التي تم تكوينها منذ عام 2020 حسب تقرير صادم لمنظمة أوكسفام الخيرية. وهذا يعني أن كل مائة دولار جديدة يتم تحقيقها يذهب أكثر من نصفها إلى جيوب أغنى الأثرياء ونسبتهم واحد في المائة. بينما يذهب سبعون سنة فقط إلى الفئات الأفقر والتي تمثل نصف سكان العالم. يعيش الآن ما لا يقل عن مليار وسبعمائة مليون عامل في بلدان يتجاوز فيها تضخم الأجور، وأكثر من ثمانمائة وعشرين مليون شخص، أي واحد من كل عشرة أشخاص على وجه الأرض يعانون من الجوع. منذ الثمانمائة وحتى اليوم صار فيه كتير من القرارات والقوانين يلي هدفت للتخفيضات الضريبية على كبار الأثرياء في العالم. فهيدا شيء ما أنه موضوع صار ببلد أو بلدين بالعالم حول العالم صار في توجه نحو التخفيض الضريبي للأثرياء. وهيدا شيء أثر كتير على إمكانيتهم من تكديس الربح لسيما خلال الأزمات وهيدا اللي شفناه بآخر ثلاث تسبيل. على سبيل المثال كشفت الدراسة أن بين عامي 2018 و2014 دفع إيلون ماسك درائب حقيقية تمثل حوالي ثلاثة في المائة من دخله. بينما دفع بائع تحين في أغندا يكسب ثمانين دولارا شهريا أربعين في المائة من دخله. ويشير التقرير إلى أن فرض ضريبة تصل إلى خمسة في المائة على أصحاب الملايين والمليارات في العالم يمكن أن يدر تريليون وسبعمائة مليون دولار سنويا وهو ما يكفي لانتشال ملياري شخص من براثن الفقر. ولكن هل يمكن فعلا تحقيق ذلك؟ أظهرت الدراسات أن التخفيضات الأضريبية للأسرياء لا تخدم المجتمع كما يتم الترويج لإله بل تخدم فقط المصالح الخاصة لكل قليلة من الأغنياء وأصحاب المصالح. المطلوب هو زيادة الضريبة على أصحاب الثراء الفاحش من أجل استعادة الأرباح يلي تم تكديسها خلال الأزمات. يشهد العالم الآن أكبر مشكلة في عدم المساواة والفقر وفقا للبنك الدولي. وعلى الرغم من وضوح الحل فتحقيق العدالة في توزيع الثروات لا يزال واحدا من أحلام ومعضلات العالم. حسان فازولا بي بي سي